جمال حمدان الكاتب العبقاري كان بيوصف سيناء في كتابه الشهير جداً شخصية مصر بأنها مصر الصغرى الحقيقة فيه شغل كتير جداً تنمية وتطوير بتحصل في سيناء كل يوم الشغل ده بدأ من 2014 لما أعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشروع قومي متكامل لحماية وتنمية شبه جزيرة سيناء على كافة الأصعدة من وقتها والدولة بتواصل الليل بالنهار واشتغلت على خطين متوازين الخط الأول محربة الإرهاب والخط الثاني هو التنمية الشاملة احنا هنا لما نتكلم عن التنمية فاحنا بنقصد التنمية بمعناها الشامل يعني مشروعات في كل القطاعات الصناعية والزراعية والتعليمية والتجارية كمان احنا مش بس بنتكلم عن الكلام ده احنا بنتكلم عن المشروعات الخدمية زي مشروعات الطرق والنقل الغاز الطبيعي الكهرباء الطاقة المتجددة كمان مشروعات الميا والصرف الصحي التعليم الصحة الإسكان برامج الحمال الاجتماعية الأسر الأولى باللعاية احنا مش عارفين نسرت كل الحاجات اللي الدولة اشترت عليها في نفس الوقت على التوازي مش على التوالي كل الحاجات دي كان الشغل فيها موجود في الفترة اللي فاتت بالذات في سينة حقيقة منا فعلا وجه سينة تغير تماما خلال السنين اللي فاتت تحديدا العشر سنوات من 2014 لحد دلوقتي الدولة وهي بتشتغل في المشروعات الكبيرة دي مشروعات الخدمية والتعليمية والصحية كانت مركزة كمان على نقطتين مهمين النقطة الأولى أنها توفر كل الخدمات الأساسية للمواطن في سينة تربط المواطنين بأرضهم أكتر النقطة التانية أنها تربط سينة بباقي محافظات مصر الدلتة تحديدا والقاهرة الكبرى تم إنشاء خمسة أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة الأنفاق دي تكلفت حوالي 35 مليار جنيه بالإضافة إلى شبكة الطرق الكبيرة بتكلم حضراتكم عن 5000 كيلو متر تم إنشاءهم داخل شبه جزيرة سينة أبرزهم طبعا طريق النفاق طابة ومحور 30 يونيو كمان في مشروعات كتير مهمة بتمثل أهمية كبيرة لقطاع الزراعة في سينة محطة معالجة مية مصر في بحر البقر اللي بتنتج أكتر من 5.5 مليون متر مكعب يوميا محطة دي يمكن تعتبر هي الأطخم في العالم بتساهم في استصلاح وزراعة 456 ألف فدان في سينة ده غير طبعا محطات التقى الشمسية ومحطات الكهرباء مشروعات كتير ومشروعات مهمة عملت نقل حقيقية في سينة وأعتقد إن إحنا كلنا بقين حاسين بيها إن خلاص ما بقاش بنقف طوابير في أي طريق وإحنا رايحين ناحية سينة وإحنا متجهين ناحية شارم الشيخ خلاص الموضوع بقى بسيط وميسر الربط بين سينة وبين مختلف المحافظات الربط اللي موجود بين سينة وبين محافظات القناة اللي بقى بمنتهى سهولة الحركة ما بينهم أعتقد إن ده شيء لا يخفى على أحد حتى اللي ما رحش وما شافش أعتقد بيشوفه بيسمع من الناس اللي حواليه مرة تانية بنصبح على حضراتكم إحنا حنكون موجودين معاكم النهار ده على مدار ثلاث ساعات صباح الخير يا مصر